اشتركوا في القناة نتحدث الآن عما يسمى بالتوكسيك إفكت كريتيريا تحدثنا في التسجيل السابق حاول إذا صار حادث معنا وصار إنا ليك لغاز وخرج من السيستم اللي عنا بيخرج بشكل إما سحابة مستمرة سمناها بلوم أو سحابة مرة وحدة وبتمشي السحابة هاي لحالها مش كنتيني وصلي وسميناها بطف الآن ذكرنا عدة موديلز كيف نحسب أو نتوقع الكونسنتريشن تاعت البولوتانت أو التوكسيك ماتيريا في الهواء اللي ماشي أو التوكسيك ماتيريا اللي ماشي مع الهواء بشكل سحابة فيها مواد سامة أو ضارة أو بشكل بلوم اللي هي سحابة مستمرة في الخروج من المصدر ومستمرة في السير مع الريح نحن بصير السؤال متى تكون هاي الكونسنتريشن لهاي المادة ضارة مش ضارة يعني على هذا الخط ثم نقول نتحدثون عن ما يسمى التوكسيك إفكت كريتيريا طيب حسبنا الكونسنتريشن بناء على المودل هل هو بلوم ولا تطف كنتينيواس ولا مش كنتينيواس ستادي ستايت مش ستادي ستايت على سطح الأرض ولا مرتفع في السماء تصير السؤال اللي مكتوب عنا الآن بالأحضر هون what concentration is considered dangerous هلا concentrations based on TLV اللي هو threshold limit value time weighted average هاي ناقشناها في المحاضرة بالشابتر 2 على ما أظن are overly conservative and are designed for worker exposures not short term exposures under emergency conditions هلا الأول approach is to use لبروبت مودل هاي ناقشناها ايضا في المحاضرة these models are also capable of including the effects resulting from transient changes in toxic concentrations هلا لسوة لحظة unfortunately published correlations are available for only few chemicals and the data show wide variations from the correlations يعني حسب المصدر انت بجيب منه المعلومات تختلف الconcentrations اللي تعتبر dangerous ولا مش dangerous هلا one simplified approach to specify a toxic concentration criterion above above which it is assumed that individuals exposed to this value will be in danger طيب specified toxic concentration هلا what is considered toxic concentration الآن في عدة مؤسسات في أمريكا مثلا حددوا ما هي toxic concentration مؤسسات حكومية وقد تكون مؤسسات private associations مثلا على سبيل المثال في l-a-i-c-h-e هي مؤسس private association هاي مش حكومي صحيح l-a-i-c-h-e ما يعني على حد علمي ما عندهم كريتيريا بس ممكن هاي بعض الكريتيريا هاي وحدة ثنتين ثلاثة والصفحة اللي بعدها هاي فيه كمان أربعة خمسة ستة سبع different كريتيريا حسب المؤسسة اللي طلعت الكريتيريا تعدى toxicity مثلا هاي أول واحدة هون emergency response planning guidelines بيسموها l-a-r-p-g والأس على أساس ال-guidelines هاي الجامعة تاعتها هاي هلا for air contaminants issued by the American هاي المؤسسة اللي بتصدر الأرقام هاي American industrial hygiene association ال-i-ha a-i-h-a مؤسسة ثانية ليا NIOSH N-I-O-S-H طلعوا l-i-d-l-h levels نسيت الاختصار هاي ناقشناه في الصف في المحاضرة شو الاختصار تا-i-d-l-h emergency exposure guidelines levels اللي هي l-e-g-l-s أو e-e-g-l والأس لأنه جمع levels and short term public emergency guidance levels اللي ما SPIEGEL اوكي issued by the هاي المؤسسة National Academy of Sciences والNational Research Council في عنا ال-TLV هاي ناقشناها في المحاضرة الاخيرة داخل الصف أو داخل المحاضرة بالمحاضرات الوجهية TLV established by ACG IH American مش عارف ايش Industrial Hygien آخر واحد اوكي including short term exposure اللي هو TLV STILLS C TLVC اللي هي lethal ceiling limits and so forth ال-PEL اللي هي permissible exposure limits اللي طلعت هال-OSHA Toxicity Dispersions TXDS Methods Used by the New Jersey Department Environmental Protection هاي حكومة في امريكا حكومة محلية على مستولاية نيو جيرزي Toxic Endpoints Endorsed by EPA اللي هو Environmental Protection Agency تاعت امريكا اوكي فلاحظوا عدة مؤسسات حكومية وغير حكومية في الولايات المتحدة الأمريكية مطلعين limits أو أرقام لما يسمى what is considered a toxic concentration وفي definitions لإلهم هلا احنا اتعرض لبعض ال definitions مثلا ال ERPG ما في التعريف one hour without experiencing effects other than mild transient adverse health effects mild يعني متوسط health effects يعني أثر على health متوسط أو perceiving a clearly defined objection بشم ريحة كريهة يعني يستطيع البني آدم أنه يتعرض لمدة ساعة أو أقل up to one hour يشم مثلا التالوين في الهواء يشم لمدة ساعة أو أقل من غير ما يحصل عليه أثر باستثناء أنه في ريحة مش مزبوطة أو يكحك حك له شوي هلا في لفل ثاني ERPG Emergency Response Planning Guidelines ERPG2 مثلا is the maximum airbun concentration below which it is believed that all individuals could be exposed for again one hour without experiencing or developing irreversible or other serious health effects or symptoms that could impair their abilities to take protective action لاحظوا الشرط الشرطين أول شي الأثر أنه ما في irreversible damage يعني بصير عليه damage البني آدم بس reversible يعني بطيب منه الشرط الثاني أنه هذا effect اللي بتظهر على صحة البني آدم ما بتمنعه could not impair ما بتمنعه من أنه يتخذ تدابير يحمي نفسه يعني يبظل قادر على الحركة بيقدر يهرب بيقدر يروح ويلبس كمامة يعني هاي الأكشنز اللي ممكن يتخذها البني آدم عشان يحمي حاله التعرض لمثل هذه الconcentration يعني 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 تعرض الconcentration عالي بس هاي العالي عم بتأثر عليه بشكل reversible يعني بطيب منه بس الأثر هذا serious بس ما بيمنعه من أنه يحمي نفسه هلأ شوفوا ERPG3 is the maximum able concentration below which it is believed nearly all individuals could be exposed for up to one hour without experiencing or developing life threatening health effects يعني ممكن يكون مش reversible لذا لكن ما غير قاتل life threatening يعني بيهدد حياة البني هذا فبالتال هاي بده تكون concentration أعلى one hour ما استل البني بإمكانه to survive هذه الconcentration طيب هلأ ERPGD emergency response planning guidelines نتعرف أنت أكدين عن الفضاء صح planning guidelines data are shown in the following table قبل ما نعرض الtable لهذا هو نشوف التعليق عليه to date 47 chemicals have been developed and are being reviewed updated and expanded by the IHA peer review task force because of the comprehensive effort to develop acute toxicity values ERPGs are becoming an acceptable industry and government norm يعني مقبولة عمستوى الحكومي الأرقام طيب نجي نتطلع على الآن لاحظوا هذا جزء من الجزء من هذا الشاشة الثانية اللي عندي مش عليها مش 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 لاحظوا هون عندي اسم المادة الكيميائية وعند هون ERPG1 ERPG2 ERPG3 هاي الأرقام عبارة عن Concentrations خلي ننظف الشاشة ERASER ERASER CONTEST طيب مثلا خلي نختار لنا مادة من المواد إحنا نتعامل خد مادة البنزين بعرفوا البنزين C6H6 ERPG1 50 50 شو الـ units تاعتها PPM All values are in PPM unless otherwise is noted هون مثلا ميلي جرام عم متر مكعب بالتالي الأرقام اللي عنا باستثناء اللي مذكور خلاف ذلك ERPG1 50 PPM يعني إيش للبنزين يعني البني آدم باستطيع يستنشق هواء يحتوي على الـ Vapors تاعت البنزين في الـ Concentrations تاعتها 50 PPM فما دون لمدة ساعة ألا بترجع للدفينيشين ألا without ألا without experiencing خليني ننظف كالشاشة هاي كمان ألا without experiencing effects other than mild transient transient يعني مؤقت adverse self effects or perceiving a clearly defined objectionable بشم الريحة مش عجبته أوكي والأثر اللي بيظهر عليه transient يعني مؤقت و بروح وبروح هلا إذا إذا طلعنا في الconcentration بدل خمسين في مادة البنزين أوكي إذا طلعنا لـ 150 ppm فما دون يعني بين الخمسين والمئة وخمسين ppm هاي l-erpg 2 ساعتها بتروح إذا طلعنا الـ ARPG 2 شو بيقول لك بإمكانه هذا البني آدم يستنشق الـ اللي فيها بخار البنزين بنزين فيبر لمدة ساعة أو أقل من غير ما يعمل development of irreversible damage يعني بيظهر إليه أثر هذا الأثر بيرجع بطيب منه أوكي والأثر لا يمنعه من أنه يحمي حاله أثناء عملية الاستنشاق لأنه على فكرة في بعض الأحيان بيستنشغل بني آدم غازات أو أبخرة تعيقه عن الحركة يعني يبوع في الأرض أو بتصيبه بشلل ولو مؤقت بس إذا ما استطاع يطلع نفسه من الزون من المنطقة اللي صاير فيها من الزون اللي فيه الconcentration العالي هاي ممكن فيما بعد يعني يصير عليه أثر مشكلة الـ ARPG إنه الـ بده يتعرض للمادة الكيميائية إلى مدة أكثر من ساعة الـ ARPG ويكون ما بيعطيني معلومات بدي معلومات أخذها من من standards ثاني خلا نشوف شو فيه لقدام عنا كمان طيب فعنا هذا سبعة دولة 47 chemical اللي الـ ARPG بيظلوا موجود لهم وبيظلوا كل سنة أو كل فترة من الزمن بيحدثوا عليها إما بيغيروا في الconcentrations بناءة على دراسات أحدث أو بيزيدوا عدد المواد الكيميائية حسب الدراسات اللي عندهم هلا الـ IDLH اللي هو مؤسسة نيوش نسيت اختصارات هاي سهل جدا نطلعها publishes الـ IDLH concentrations to be used as acute toxicity measures for common industrial gases وإلها جداول وإلها التعاريف مثلا الـ IDLH data are currently available 380 material الـ ERPG 47 وهاي الأقام بد الله تتحدث خلينا نشوف الـ IDLH concentrations عن إيش بتعبر defined هيا هون exposure conditions is defined as a condition that poses a threat of exposure to airborne contaminants when the exposure is likely to cause death or immediate or delayed permanent adverse effects permanent ما في إشي يعني مؤقت أو reversible or prevent escape from such an environment فبالتالي هذول يعني levels أعلى طبعا أنا شو بدي فيها هاي أب أقول لك هاي دون الوفاة دون الوفاة يعني بهدلي بس دون الوفاة كيو تعني مؤقت يعني على short term chronic ما تكون على long term such as مثلا severe eye irritation that could prevent escape بطل واحد يشوف مثلا فبالتالي كي بدو يتحرك IDLH level is considered a maximum concentration above which only a highly reliable breathing apparatus providing maximum worker protection is permitted فهاي الconcentrations يعني زي ما تقول limit ال upper limit للconcentrations بعد هيك يعني خلاص البني آدم من غير breathing apparatus من غير يعني ما يكون فيه معه عنبوبة أكسجين مثلا معه تنفس من خلالها بعيد البني آدم if IDLH values are exceeded all unprotected workers must leave the area immediately وهذا الحكي بتدرب عليه العمال والموظفين الموصير جوه المصنع هذا الحكي فيه تدريب المشكلة لما تطلع الconcentration خارج حدود المصنع مثلا إذا كان فيه قرى أو ناس مخيمين بالقرب من المصنع أو مكان الليك اللي صار والتجاه الريح باتجاه والconcentration طلعت لمثل هك كل عام وانت بخير طيب نروح اللي بعدها since 1940s يعني نحوالي 80 سنة للNational Research Council هذه مؤسسة حكومية Committee on Toxicology في الUSA has submitted Eagles EEGLS هي محكيناش عنها وين راحت آه هلا بنا نحكي عنها طيب EEGLS EEGLS برضو نرجع نشوف definition نتاعتها آه مين بيطلعها EEGLS غيعتها آخر وحدي آخر وحدي خلنا ننظف الصفحة باسم الله آه EEGLS 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 SPIEGLS OK Emergency Exposure Guidance Guidance levels وال Short Term Emergency Guidance Levels هي SPIEGLS وال EEGLS هلأ لهم definition خلنا نشوف definitions برضو عبارة عن Concentrations OK حلأ EEGL EEGL is defined as الحديث برضو كله Concentrations طرح as a concentration of gas vapor or aerosol الايروسول اللي هي زي البخخات اللي برشوها مثلا على الشعر عشان مثبتات الشعر مثلا هي من أحد وعلي رسول سوى that is judge acceptable and that allows exposed individuals to perform specific tasks during emergency conditions lasting from 1 to 24 hours ok ok exposure to concentrations at EEGL may produce transient irritation or central nervous system effects but should not produce effects that are lasting or that would impair performance of a task هذا الكلام مهم كيف يعني مهم الconcentrations رسولة للليمت تاعت الإيقل ok بيظهر إليه آثار بس هاي الآثار ما بتمنعه من أنه يقوم ببعض المهام أثناء تعرضه لمثل هي concentrations طبعا مين هذا الحك بالطبق عمين زي مثلا جماعة الدفاع المدني اللي بدون يتصرف أثناء الأمرجنسي هلا exposure to concentrations at the may produce transient transient يعني مؤقت or central nervous system effects بأثر على الجهاز العصبي لكن should not produce effects that are lasting not يعني بطيب الفكرة أنه بطيب البني آدم من الآثار اللي تترتب على استنشاق الأبخرة هاي ضمن concentrations تاعة EEGL الآن في المقابل أين رحنا مكذا ما شد الشعر اللي ما عندي كثير 10-50% of the Eagle يعني إذا الE كان مثلا 50 PPM بتكون مثلا 5 PPM 10% من 50 يعني 5 PPM هلا منشوف الأرقام بالجدول اللي هون هنكمل and are calculated to take account of the effects of exposure on sensitive heterogeneous population يعني يعني مثلا نساء أطفال شيوخ مش فقط فئة الشباب هلا احنا في المصانع اللي بيشتغلوا عدد في المصانع فئة الشباب حتى لو كانوا females بس بكونوا فئة الشباب الآن الهتروجينيس population متنوع شباب وغير شباب ذكوره إناث أطفال وكبار سن هذا كله ياته بدخل ضمن الpopulation الاسبيجل معمول لمثل هي كناس the advantages of using Eagle and Spiegel rather than IDLH هي لأنه الاسبيجل considers effects on sensitive population الأطفال مثلا sensitive population الاسبيجل والاسبيجل are developed for several different exposure durations عنا ساعة وعنا 24 ساعة the methods by which Eagle and Spiegel were developed are well documented in the National Research Council Publications يعني you can refer لكيف الأرقام هيجابوها يعني بالتالي فيها reliability هذا الجدول أوكي يعني هيا هيا هم عفكر كاتبين إنهم كم كيميكال 42 كعين أي 44 كميكال بس هذول الـ 4 كيميكال من لاحظ إنهم من أسماء تعتهم مواد شائعة هذا الجدول يعني إذا من عده جزء 44 هيا أنا كبرت أول جزء منه بس عشان نعرف نقرأ خلينا نقرأ Emergency Exposure Guidance Guidance Levels Eagles from the National Research Council All values are in PPM unless otherwise stated لاحظوا مادة البنزين موجودة اللي شفناها قبل شوية صغيرة حطين 50 PPM لل One Hour Eagle 24 hours من نزل الكنسنتراتي لأنه البني آدم بده يقعد يشم بنزين لمدة أطول 24 ساعة فنزلوا الكنسنتراتي 50 هاي لمدة ساعة 2 PPM هو الماكسيموم لمدة 24 ساعة ونحطين لك المرجع اللي جابوا المعلومات منه طب وين الاسبيكل حطين الأرقام الاسبيكل طب مش مشكلة طب نتابع هلا certain ACGIH اللي هي المرّة اللي هي TLV that still is short term ceiling limit مثلا are designed to protect workers from acute effects resulting from acute short term from exposure to chemicals such effects including irritation and narcosis okay these criteria can be used for toxic gas dispersion but typically produce a conservative result because they are designed for worker exposures وليس الجيران societies المجاور اللي المصانع اللي بصير فيها leaks اللي the permissible exposure limits are متبنى من OSHA okay from these levels are similar للACGIH criteria للTLV طيب خلينا نتابع في كمان عندنا مؤسسات أخرى عندهم أرقام okay نتابع الEPA اللي هما Environmental Protection Agency تحت الأمريكان has endorsed a set of toxic endpoints to be used for air dispersion modeling for toxic gas releases as part of the EPA R&P وهون في عنا مجموعة من الأرقام لإلهم هاي الEPA هاي الغازات وعنا هون الليكويد طبعا الليكويد بالأخير بهمنا الاستنشاق لأن هاي مدخل هاي المواد للجسم طيب من المصنع بسبب حادث طبعا إما بشكل ليكو مستمر أو انكسر خزان وطلعت كل محتويات وفجأة لموضوع البيوم أو البوف كلنا هذا بديمشي مع الريح على الأغلب بديطلع خارج حدوط المصنع فبالتالي بصير يتجه باتجاه الجيران الجيران المصنع مين قد تكون قرى أماكن سكنية وأن كانت المصانب بالعادة بتكون بعيدة عن مناطق السكنية بس يعني افرد بعيدة خمس كيلومتر فبالتالي على بعد خمس كيلومتر من المصنع إذا صار عندي بوف أو بلوم شو الكنسانتريشنز ممكن تكون لما توصل هاي السحابة أو هذا البلوم لهاي القرية أهلا شو بدهم يعملوا فبالتالي بصير المصنع بيكون متفاهم مع الدفاع المدني والبلدية تاعة المنطقة السكنية إنه منتصل فيكم إذا صار فيه حادث ممكن تتأثر وإنه منقول لازم مثلا الناس تجلس في بيوت لمدة ساعة فبيطلع مثلا زميرات الإنذار إنه يا ناس يجلسوا في بيوتكم بإمكانكم تطلعوا من البيوت زي ما صار إنه أيام كورونا مش كان تطلع صفرات الإنذار للناس تنضب في البيوت من الشوارع بصير بدل ما تنضب من الشوارع الآن ينضبوا جوا البيوت لحد ديت ما إنه سيف إنكم تخرجوا من بيوتكم هاي بتكون جزء من ما يسمى emergency response plan فبكون البلدية الشرطة الدفاع المدني في تلك المنطقة مدربين على إنه شو يعملوا مع الناس في حال إجاهم اتصال من المصنع إنه فعلوا مثلا البلان رقم واحد في حماية الناس خلي الناس تفوت على البيوت إلى آخره هاي emergency response plans هلا these were developed اللي هم هذول الARPG والSpeaker والEagle specifically to apply to general populations general populations الحديث الآن مش عن عمال المصنع وإنما على الجيران and to account for sensitive populations sensitive populations مرة ثانية نسوان ولاد صغار كبار السم and scientific uncertainty in toxicological data هلا for incidents involving substances for which no speagle or eagle are available ساعتها بطبقه الـ IDLH levels provide alternative criteria بس هاي خطورتها إنه هاي عفكرة يعني ما دون الوفا أنا شو بدي ما دون الوفا يعني الواحد يصير مقعد يعني بس بقول لك أحسن من بلاش أو أخف بله من البلاش نكمل خلينا نعدي عن هاي النقاط in the event of that ERPG data are not available الhierarchy of alternative concentration guidelines has been suggested as shown in the following table هلا من الفرج يكو table these methods may result in some inconsistencies because the different methods are based on different concepts زي ما انتو شفتو كل واحد الها definition يعني بمعنى آخر لا تمنع من الحركة لا تقتل and so forth وبالتالي these methods may result in some inconsistencies because of different methods are based on different concepts good good judgment should prevail يعني هون نترك الجدمنت للبني آدم للإدارة أو المسؤول عن هذا الأمر طيب هلأ شوه الhierarchy في يعني الأولويات recommended hierarchy of alternative concentration guidelines okay ERPG 1 alternative أو Eagle لمدة 30 minutes أو IDEALH في حال عدم موجود هاي الديتا ERPG 2 الالترنت افتاعه Eagle 60 دقيقة أو الLC والPL والTLVC أو خمسة ضرب TLV للTime weighted average ERPG 3 الالترنت يعني في حال غياب المعلومات عن هاي ثم هذول المراجعة طيب هاي تعريف الأسماء المؤسسات كنت دوع عليها مثلا AIHA American Industrial Hygiene Association NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health and so forth خلينا الآن هذا بحكي نطبق example عادي معنا شو عني example أخذنا في الجزء الأول من هذا الـ Chapter كيف نحسب الـ Concentration versus Time versus Location من موقع الحادث الآن وفيما بعد اللي هو محاضرة اليوم أو التسجيل هذا بعد ما أحسب الـ Concentration هل هاي الـ Concentration مؤثرة غير مؤثرة يعني what is the level يعني مقبول مش مقبول مشروط مش مشروط and so forth خلينا نحل يعني one or two examples في تطبيقات على هذا الكذا الآن the following example 5.1 من الكتاب on an overcast day هاي المعلومات عطينا المعلومات التالية هاي المعلومات وهذا المطلوب determine A وB وC طيب شو المعلومات on an overcast day overcast يعني في غيوم stack مدخني with an effective height 60 متر فوق السطح الأرض يعني مدخني فتحتها من فوق على ارتفاع 60 متر is releasing sulfur dioxide إذن المادة السام اللي عن تطلع SO2 at a rate of 80 gram per second يعني المفروض من هذا الكلام نتوقع أنه هاي المدخني الأصر ما تطلع sulfur dac salt على rate اللي عم بطلع فيها من stack من المدخني rate 50 gram per second 6 meters per second the stack is located in a rural area في منطقة أرياف determine the mean concentration of SO2 on the ground على بعد 500 متر downwind milli stack يعني مثلا هاي هننظف الصفحة شوية هاي سطح الأرض وهاي المدخني تاعد ما بلشت تطلع SO2 أوك أوك إذا أسقطوا وظلوا طالع في الهوى لفوق إحنا ما لدينا مشكلة لأنه إحنا مش في الجو عايشين إحنا عايشين على سطح الأرض هاي البني آدم أوك الآن السؤال على بعد 500 متر من الاستاك 500 متر downwind اتجاه الريح خليه هذا اتجاه الريح على بعد 500 متر downwind كم بتكون الكون concentration لل SO2 على ال ground وليس فوق يعني قد يكون فيه concentration هون بس أنا بدي على ال ground لأنه على ال ground هو البني آدم موجود بمشي على الأرض المطلوب الثاني 500 متر downwind 50 متر cross wind يعني cross wind يعني الwind ماشي بهذا الاتجاه طب إذا أنا على بعد 50 متر من center هذا يعني إذا أنا عمد طلع نظرة من فوق نظرة فوق هي فتحة الفوهة بتاعت المدخن و الآن الwind بهذا الاتجاه ايدي ماوس برقص لأن أعلى concentration بتكون على الخط المستقيم هذا طيب وإذا كنت أنا cross منه على 50 متر يمين أو شمال من اتجاه الريح شو بتكون الconcentration بتاعت الSO2 برضو على بعد 500 متر لكن 50 متر لجنب الآن السؤال اللي بعده location and value of the maximum mean concentration on the ground level directly down wind وين أعلى concentration بتصير بالdown تذكر إذا كان في بني آدم هون واقف هذا منطقة هاي ما فيها اسؤوته اسؤوته ماشي مع الريح وبينزل لتحت فبالتالي بدك تشوف وين أعلى concentration هاي المنطقة ما فيها اسؤوته فاضي لأنه الاسؤوته مش هينزل هيك لتحت هذا مش liquid هذا وشوي بيعمل مع الهواء وبالتالي بناء على المعطيات اللي عنا بدنا موديل رياضي يمكننا من حساب الconcentration المدخني عم بتطلع الاسؤوته بشكل مستمر وبالتالي بدي الآن المدخني المدخني أنا جبتلك وحطيناها من وين جبناها هاي رقم بالطبع الثاني هاي الconcentration والbracket هاي معناها المين concentration with respect to position x y تساوي صفر يعني no cross من الwind يمين شمال ما في صفر و z axis صفر يعني مش مرتفع عن سطح الارض على سطح الارض معناها z تساوي صفر y تساوي صفر معناها أنا directly down من المدخني بس x variable هلا بعد شوية صغيرة هنحط x تساوي 500 متر ونحسب الconcentration طيب خلينا نشوف شو بلزمنا هاي المعادلة طبعا انت عشان تعرف انه هاي المعادلة اللي applicable عندك بدك ترجع على المهاضرة على السابقة وخلينا اشوف اذا أنا جايب الكياه ومجايب الكياه خلينا ارجع على equation 5-5-1 ونشوف شو conditions داعت احنا صفحة من يحد اش طيب 5-5-1 هاي هي equation اللي احنا عم نستخدمها الآن خلينا نرجع للعنوان تاها العنوان تاها شو بقول plume هل احنا الحادث تانا plume نعم plume عندي مدخن يوم بتطلع continuously الاس وطو هاي plume continuous steady state source at height HR على مدخن هلا في plume بس مش مدخن هاي مدخن يعني على height HR والنسبة ان HR تساوي 60 متر فوق سطح الارض above ground level and wind moving in the x direction at constant velocity u لاحظوا هذا الوصف هو وصف المسألي اللي عندي وبالتالي عرفت انه هاي الكيس اللي بتنطبق على ال example اللي عنا وبالتالي هون في عنا derivation بتروح للمعادلة اللي بتنطبق طبعا هاي المعادلة مش derivation هذا الجواب النهائي بس هذا لأني x any y any z لما بحط محل y تساوي 0 والz تساوي 0 بساعتها هذا z بتصير 0 هاي z بتصير 0 هاي y بتحط ها 0 تتبسط المعادلة هلا احنا y z تساوي 0 نروح الصفحة اللي بعديها هاي المعادلة مثلا اذا z تساوي 0 يعني على grand level بس ممكن y تكون مش 0 هاي المعادلة 551 لما تكون y تساوي 0 وz تساوي 0 يعني على grand level z 0 على grand level y اللي هو along the x axis من غير ما روح يمين وشمال بالاتجاه فإذا هاي 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 المعادلة اللي بتنطبق على system نرجع للمثال طالح وعلا انت ابتدا بدأ تدور على cases وتشوف مين الكيس اللي بتنطبق على المسألة اللي انت عم بتحاول تحلها بالنسبة لنا نطلع الconcentration لمثال like system طيب فإذا هاي هاي المعادلة اللي بتنطبق عندي حسب طبعا هذا جزء مما يسمى Pascal Gifford Models Pascal Gifford Dispersion Models لما cases 11 12 13 15 15 في المحاورة السابقة نرجع ل ال طيب عشان نحل المسألة هاي بدي يطلع السي بدي كل اشي هون اكون اعرف خلنا نشوف ايش منعرف ايش ما منعرف ال HR منعرف 60 متر وين راح ايا هيا 60 متر فوق سطح الارض اذا HR 60 ال U هي wind speed ال wind speed معطي 6 meter per second ايش ضل عندي والQ اللي هو mass that is being released 80 gram per second اذا الQ 80 gram per second الPi منعرف 3.14 ضل عندي ما يسمى sigma Y و sigma Z هاي sigma Z مرة ثانية اذا بدي sigma Y و sigma Z اللي هما dispersion factors طيب هلا فيه هون جدول من المحاضرة السابقة شفنا عشان بيعطيني مرة هذا جدول بيعطيني sigma Y وبيعطيني sigma Z بس عشان اعرف اي معادلة من هذول بتنطبق عندي هذول معادلات بهمني اعرف انا وين انا هون هذول مقسمين هل انت في rural area يعني منطقة مش منطقة سكنية او في urban conditions زي الطواحي والمدن هل احنا في نص السؤال اعطينا معلومة انه rural area هيا نرجع ل هيا مكتوب من rural area عطانا انه مش منطقة مدن وانما منطقة خارج المدن في hay عرفنا انه واللي بينطبق علينا هما هذول هلا لازم اعرف هاي المعادلات اللي بتنطبق هلا عشان اعرف وين انا أنا طبعاً أنا معلم على المعادلة التي تنطبق علينا بس كيف أنا وصلت لها أو كيف وصلنا لها ليش هاي المعادلة التي تنطبق لسيجما واي وليش هاي المعادلة التي تنطبق إذا كان سيجما زي اللي هما التسيجم الぜ يار PM وصيجما إكس للإكس زائرشن هو نفسه يساوي سيجما واي سيجما واي يساوي سيجما إكس طيب هلأ كيف طلعنا إنه هاي المعادلة اللي بتنطبق لازم أعرف إشي منسميه الاستابيليتي كلاس الاستابيليتي كلاس للجو هل هي استابيليتي كلاس ا ولا بي ولا سي ولا دي ولا اي ولا اف لحظوا حتى هون عندي ا بي سي دي اي اف لازم أحدها في أي كلاس من هدول هلأ احنا هون حكيت أنا او هون محظوظة انه احنا كلاس دي هلأ بس تعرف انه كلاس دي بيصير هاي المعادلة هاي هي تاعة السيجما واي وهاي المعادلة تاعة سيجما زد وعندي these are functions of X X اللي هي بالنسبة لنا خمسمائة متر فبالتالي بس اني أعرف المعادلة بعبي فيها خمسمائة متر بطل للسيجما واي وسيجما زد برجع للمعادلة السابقة بعبي محل سيجما واي وسيجما زد الفاليز اللي بتطلعها من المعادلة بس الآن رجعنا ل شو الستابيليتي كلاس هلأ هنا الكاتب لكو انه الستابيليتي كلاس دي من وين يا دكتور جبت اللي انه الستابيليتي كلاس دي من الجدول التالية امكي اتموسفيريك استابيليتي او اتموسفيريك استابيليتي كلاسز فور يوز لاستخدامها في الباسكيل كفرد ديسبيرجين موديل اللي احنا عم نستخدمه احنا الآن عم نستخدم هذا الموديل امكي هذا الموديل تاعنا جاي من الباسكيل كفرد ديسبيرجين موديل وشوفنا كيف انه الكونديشنز تاعة الموديل هاي هي اللي بدنا اياها ضل بس اطلع ليش دي نيجي على الجدول اللي بعطيني الستابيليتي كلاسز لاحظة العمود الاولاني سيرفيس ويند سبيد بالميتر بير سكند لاحظة انه احنا جايين بحكينا احنا ستة متر بير سكند اذا احنا هاي الكونديشن تاعتنا فاذا احنا بنكون على هذا السطر طيب هذا السطر فيه سي ودي 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 اه يعني يا ستابيليتي كلاس سي يا ستابيليتي كلاس دي هلا بدك تشوف انت مين من هذول بينطبق عليك هلا فيك تقول هل احنا دي تايم ولا نايت تايم تايم بعدين هل الاسوليشن اللي هو فيه غيوم ولا ما فيه غيوم and so forth هلا لاحظوا اه انا اخترت دي وفي عندها رقم ستي وهي رقم ستي انا معلم الكوالية عشان نقرأها رقم ستي بقولك the neutral كاتيجوري d should be used regardless of wind speed for overcast conditions احنا حكينا انه في عنا overcast conditions during day or night وبالتالي وعفينا من انه الناغش هل هي c ولا ولا d اكي فبالتالي بما انه عندي overcast معطى عندي في نص السؤال من عندي overcast يعني الجو غائم فبالتالي stability class d نرجع للحال تعنا فاذا عندي stability class d هلأ بروح على المعادلات هاي هاي stability class d ruler conditions هاي المعادلة تاعة sigma y ال dispersion coefficient لل y direction وهاي dispersion coefficient لل z direction بتعبي x تساوي 500 متر بتطلع sigma z بتعبي x 500 متر بتطلع sigma y ايا عبيناهم هاي المعادلة تاعة sigma y اوكي وهاي المعادلة تاعة sigma z عبينا x تساوي 500 متر 500 متر طلي عندي sigma y 39 متر وعندنا sigma z طليع 22.7 متر من عبيهم الان في المعادلة اللي امام لا هون طيب هاي 39 وهاي 22 وهاي wind speed وهاي pi وهاي q 80 g per second وعند وعندنا هاي ارتفاع المدخني 60 متر وهاي sigma z طن 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 بطلع عندي الconcentration على بعد 500 متر من المصدر بتاع البلوم اللي هي راس المدخني بطلع 1.45 ضرب 10 2-4 جرام لكل متر مكعب هاي الconcentration لل SO2 على ground level باتجاه الريح تماما مش رايح مين ولا شمال على بعد 500 متر من مصدر التوكسي كنت هاي المطلوب الأولى طبعا الان بإمكان الوحدي سأطيب هل هاي الconcentration هل هي عفوا هل هي يعني safe ولا مش safe الان ندخل ساعتها في البداية المحاضرة هاي في موضوع هل هذا على سبيغل ولا الريغل ولا الريغل ولا الريغل تشوف هل احنا متجاوزين ولا مش متجاوزين المطلوب الثاني المطلوب الثاني كان بالسؤال الconcentration لل SO2 طبعا على بعد 50 متر cross wind على بعد 500 متر down wind 50 متر لجانب المعادلة تنطبق هي برضو بنرجع لكيس 13 هاي الصفحة اللي انا قفزت عنها قبل شوية صغيري هاي الكيس 13 تاعتنا هاي و Y صفر و X كانت 500 عبينا الجواب الآن إذا كان ال Y مش صفر بس Z صفر هاي المعادلة اللي بتنطق 5 5 0 فأجينا هناك بتبنا المعادلة اللي بتاعت 5 فهاي المعادلة 5 5 0 و منعبي أنا عندي Sigma Y وعندي Sigma Z وعندي Q وعندي U وعندي Y 50 متر للجنب وهاي 60 متر above the ground بتعبل أرقام وبطلع لنا الجواب 6.37 ضرب 10 أس ناقص خمسة الآن لاحظوا هذا الرقم أصغر بشوي من هذا الرقم وهذا طبيع عفوا من هذا الرقم 1.45 ضرب 10 أس ناقص أربعة هون كم طلع 6 في 10 أس ناقص خمسة أصغر متوقع لأنه لما أنت تكون straight من البلوتانت من التوكسيكنت غير لما يكون لجانب شوي concentration هون بتكون أعلى من هون على المططوب الثالث المططوب الثالث location of the maximum concentration is found من equation 553 خلينا نزع ليش 553 هاي 553 the distance downwind at which the maximum ground level concentration occurs is found من المعادلة التالية في حد يعطانا عمل derivation لها هي the maximum ground level concentration along the x axis is found using المعادلة هاي وهاي بتتضب بإمكانك على ground level تحط معادلة sigma z و sigma y ويختصر بعض الترمات فبطلع عندك في الأخير هو عبارة عفوا هاي هي maximum concentration هلا عشان أطلع maximum concentration بلزمني أعرف sigma z و sigma y هلا sigma y أكيد إلهم معادلتها على بعد خمس هلا البعد ما بنعرف الفكرة أنه بدأ طلع البعد وطلع ال concentration هذه هلا sigma z معطيني أنه فيني أطلع sigma z اللي هي dispersion coefficient z axis على distance downwind at which maximum ground level تحصل على هاي sigma z هلا احنا مش في صدد الderivation لها في حد عمل derivation قال sigma z بتكون هاي القيمة تاعتها هلا شو من سوي احنا the procedure for finding the maximum concentration and the down is determined distance followed by using equation 552 to determine the maximum concentration طيب هاي احنا الآن طلعنا sigma z hr على جدر التنين بطلع 42.4 متر هلا بدي اجي على هاي السigma وعلى stability class d اطلع المسافي تاعت x من وين جبناها هاي اما بتحلها بالمعادلات او بتطلعها من figures المصاحبة لهذا الموديل هذا figure مصاحب الموديل التعلي dispersion coefficients for pascal gifford blue model for rural releases انا بعرف انه sigma z بالمتر 0.424 هاي نرجع الابره شوية صغيرة وان راحت عبارة 42.4 متر 42.4 42.4 ميتر طيب هاي عندي هون غلطة بس بالطبعة هاي عبارة عن هاي عشرة 20 30 هاي 40.2 مش 0.424 اوكي اذا بدو تصحيح اه discard قد نصح لها ليش مش رغي يتحول كاو هذا بس بطيئة المتر 42.4 متر وهان نسيفها ونرجع نعمل share screen مرة ثاني مرحباً بالتعديل مرحباً لأنه بطيئ نأتي على 10, 20, 30, 40 حوالي بين 40 وال50 نأتي بسهم أحمر بالسهم الأحمر الـ 40 يأتي في مكان ما هنا تذهب إلى class D وتنزل إلى تحت تطلع 1200 متر طبعاً هذه ليست مضبوطة 1200 متر هاي بالكيلو متر هاي كيلو 1200 متر بطلع في مكان ما هنا أكي فإنت لما تيجي هيك بتنزل على الـ هاي الـ وين الـ هون الـ في مكان ما هنا أكي بتنزل إلى تحت بطلع 1200 متر فبالتالي بنرجع للموضوعنا أكي فما نقول لما بنحط Sigma Z 42.4 Stability D يا بستخدم المعادلات عشان أعرف الـ Value للـ X شو تساوي من وين بجيبها نرجع للمعادلات نفسها هاي Sigma Z بحط Sigma Z تساوي 42.4 متر وبحل لـ X طبعا هاي مش Linear Equation بس مكانك تطلع الـ Root وتطلع الـ X هلا if you do this من المعادلة أو if you do it من الفقر اللي كنت حطه الآن هون بطلع عندك الـ Value تاعة X ألف ومتين متر أكي الـ Value تاعة X بتطلع ألف ومتين متر Downwind هلا من نفس الفقر أو من الـ Table أكي بتيجي بتعوض نرجع على الجدول هلا أنا حليت هون عندي Sigma Z هذا الرقم تاعها بحل X طلعت X ألف ومتين متر بأجي بعوض هون X تساوي ألف ومتين متر وبطلع Sigma Y صار عندي إذن Sigma Y Sigma Z الآن باجع المعادلة اللي بدأ عوض هذا الكلام فيها أوكي بالزمني مش هاي المعادلة هاي المعادلة تاعتنا بالزمني Sigma Y بالزمني Sigma Z طلعناه Sigma Y طلعت الماكسوم بتكون بتكون This is 700 متر 700 متر بإمكانك تحط أنت concentration معينة وتشوف وين هاي concentration مش الماكسوم بنرجع للموديل السابق هذا الموديل على الموديل بتصير بحل معادلة مش linear بس بتنحل ما تلابو أشكاله بحل للك وبالتالي بتصير أنت تحط موديل وين الكون بتكون تساوي قيمة معينة أو بتحط أبعاد معينة وبتصير تشوف على بعد 500 متر 1000 2000 3000 متر طبعا أنت بهم مواقع اللي فيها ناس ساكنة أو مثلا شارع بتمر منه سيارات بس شارع بتمر منه سيارات يعني شو صدفة أنه واحد يوقف سيارته في المكان اللي بدا تمشي منها يعني بتنحسب وبناء عليها بتصير الواحد يحط مخططات لما يسمى الاميرجنسي ريس بانس بلان هذا الاول يعني طب خلينا اتوقف انه يبدو التسجيل صارفي واشكالي